يجب أن يساعدنا القرن الأمريكي على المنطقة حيث الوجود الأمريكي المستمر مواجهة كادت تصل إلى حرب ساخنة لو لا أن بدى لواشنطن أنها ستكون باهظة وهي الحرب التي إن وقعت لا يمكن بأي حال أن تقارن بغزو العراق في ظل تنامي قوة إيران الضاربة وقدراتها التسليحية دفاعية كانت أو هجومية عنوان تلك المواجهة إيرانيا هو الصمود فرغم العقوبات الاقتصادية الأقصى والحملة الإعلامية الأشرص حافظت إيران على تماسكها بصبر استراتيجي أصبح راسخا ضمن سياسة النفس الطويل في مقارعة الأمريكيين في حساباتها الأمنية والعسكرية لا تستعجل الرد إيران أو تخرجه عن نطاق ما تريده وإنما تضبط إقاعه على نحو يزيدها قوة ويزيد محور المقاومة صلابة وشدة يحدث هذا في العراق واليمن وسوريا حيث ترتسم معالم المحور فضلا عن لبنان وغزة وفي كل ساحة من الساحات الآن في ذكرها تختلف الطبيعة المواجهة ضد أمريكا أو حلفائها أو وكلائها الأكيد أن واشنطن تحاول إعادة ترتيب أوراقها مع مجيء الرئيس جو بايدن إما التفافا على صمود إيران والمحور أو انتهاجا لسبيل الخدعة السياسية وتفخيخ المبادرات والحلول لأزمات المنطقة وسواء في الخليج أو بحر عمان ترصد إيران التحركات بمسيراتها من فوق تلك المياه الإقليمية من دون إغفال رصدها الفضائي بالقمر الإصطناعي وتمتد المواجهة إلى البحار بعيدة حيث الحديقة الخلفية لواشنطن حصل ذلك في فينزويلا إذ شقت السفن الإيرانية طريقها لإمدادها بالوقود رغم التهديد الأمريكي الذي لم تصمت إيران إزاءه وفرضت معادلة جديدة في كسر الحصار ترجمة نانسي قنقر